بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الآية وجمهور النادي الآية في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم في حالة جديدة من الأبطال كلنا تابعنا يعني من دقائق معدودة افتتاح كأس العالم أو بطولة العالم لكرة اليد واللي طبعا شفنا أحداثها على صلى لقم واحد باستاذ القاهرة طبعا كلنا انبهرنا بالتنظيم بالدقة بالافتتاح بكل ده الحقيقة كان على شكل جاي جدا جدا ويمكن أهم حاجة كان طبعا افتتاح السيد الرئيس لهذا الحدث هذا الحدث زخم كبير جدا جدا وبكرا نشوف أو فعلا بدأنا نشوف طبعا تقطية كل القنوات العالمية والمواقع العالمية لهذا الحدث الكبير والحقيقة احنا كان عندنا يمكن مطش طبعا شغال دلوقتي مطش مصر وتشيلي والنتيجة 23-14 يمكن المباراة شغالة دلوقتي وان شاء الله بنتمنى التوفيق يمكن بشكل كبير منتخب مصر تقريبا حسم يعني مباراة الافتتاح واتبقى خطوة عشان اتأهل الدور اللي بعد كده خلينا اقول لحضراتكم ان البطولة دي مصر كسبت من وراها كتير تنظيم البطولة دي الحقيقة واسرار الدولة ودعم القيادة السياسية لإقامة هذه البطولة كان لها تأثير كبير جدا على مصر يمكن اهم الامور طبعا اللي استفادت منها مصر يمكن البنية التحتية الرياضية زي ما حضراتكم شايفين الاربع صلات يعني صلات واحد يمكن صلات استاد القيارة صلات قديمة ولكن تم تطورها بشكل كبير جدا وبشكل اصلا يعني الصلات اتبنت سنة التسعين لاستضافة الالعاب الافريقية ومنذ ذلك الحين الحقيقة حصل فيها تطورات بسيطة جدا ولكن استعدادنا لكأس العالم يمكن زي ما بنقول اتطورت وتجددت بشكل كبير جدا فيمكن صلات واحد تم اكتشافها من جديد عندك صلات برج العرب اللي تم انشاءها خصيصا لهذه البطولة صلات العاصمة الإدارية وايضا صلات ستة أكتوبر الاربع صلات دول الحقيقة بنية تحتية قوية جدا مش بس ركرة اليد ولكن لكل ألعاب الصلات والرياضة عامة بشكل كبير يمكن ممكن تلعب عليها سلة طايرة يدي تلعب عليها ايضا تنس الطاولة جودو كاراتي كل الألعاب اللي بتتلعب في الصلاة الحقيقة استفادة كبيرة جدا بالبنيات التحتية يمكن صمعة مصر وقوة الدولة المصرية انها تقدر تستضيف أحداث عالمية في ظل يعني توطرات شديدة بسبب جائحة كورونا الناس كلها خايفة تنظم أحداث كبيرة ولكن مصر تصدت لهذا ونظمت البطولة وكل الدول اللي اشتركت يمكن باستثناء دولتين والدولتين دول ما اشتركوش ليه؟ ما اشتركوش عشان عندهم إصابات كورونا هم في بلادهم ما ادروش يشتركوا ولكن زي ما احنا شايفين ونظام الكابسولة المغلقة كل ده شجع الفرق كل دول العالم 32 فرقة بمصر يعني 31 فرقة غير مصر اشتركوا فده يدل على صمعة قوية جدا للدولة المصرية والحقيقة انها تقدر تستضيف أكبر الأحداث العالمية ويدل على قوة الدولة في انها تقدر تصر على تنظيم أحداث عالمية بهذا القدر في ظل طبعا الأمن والأمان اللي بتعيشهم مصر هذه الأيام الحقيقة حاجة جميلة جدا